طالب النائب عن تحالف البناء هيثم الجبوري تحالف الإصلاح والإعمار بتقديم أدلة أكثر إقناعا بشأن عدم قبول ترشيح فالح الفياض لتولي حقيبة وزارة الداخلية مشيرا إلى أن اعتراض الإصلاح على شخص الفياض غير مبرر وهو إجراء عقابي ضده بعد انسحابه من تحالف الإصلاح واتخاذ قرار المشاركة بتحالف البناء اشتركوا في القناة